فوائد التلبينة للعظام التلبينة هي نوع من العصيدة المصنوعة من دقيق الشعير يتم تناوله بشكل شائع في الدول العربية كطبق افطار تقليدي تتمتع التلبينة بالعديد من الفوائد الصحية بما في ذلك المساعدة على الهضم وتقليل الالتهابات وتقوية المناعة يعتقد أيضا أن التلبينة مفيدة في تخفيف القلق وتحسين نوعية النوم خلال هذا الفيديو سنناقش أهم فوائد التلبينة للعظام والمفاصل للنساء والرجال ومتي يبدأ مفعول التلبينة التلبينة نوع من النشا مشتق من الشعير يشيع استخدامه في الطب العربي والإسلامي التقليدي كعلاج طبيع لمجموعة متنوعة من الأمراض تتمتع التلبينة بالعديد من الفوائد الصحية بما في ذلك قدرتها على تحسين صحة العظام وتقوية جهاز المناعة وعلاج اضطرابات الجهاز الغضمي وتخفيف التوتر ومقوية للعظام فوائد التلبينة للمفاصل التلبينة هي كلمة عربية تعني طحن واسم مستحضر طبي عربي تقليدي من أعشاب الشعير المضحونة الممزوجة بالعسل تستعمل التلبينة لعلاج حالات مختلفة بما في ذلك آلام المفاصل هناك أدلة على أن التلبينة يمكن أن تكون فعالة في علاج آلام المفاصل وجدت دراسة نشرت في مجلة بي أم سي أن التلبينة كانت فعالة في تقليل الألم والتصلب لدى مرضى هشاشة العظام كما ثبت أن تلبينة فعاليتها في علاج حالات أخرى مثل نزلات البرد والسعال والطرابات الجهاز الهضمي طريقة تحضير التلبينة يوضع دقيق الشعير في قدر ويضاف إليه الحليب ويحركان جيدا على نار متوسطة يضاف إلى القدر رشة الفانيليا أو القرفة ويترك على النار لمدة 10 إلى 15 دقيقة مع التحريك المستمر يضاف العسل إلى القدر ويقلب جيدا مع المزيج تسكب التلبينة في أطباق صغيرة وتزين بالمكسرات والهيل والعسل حسب الرغبة تسكب التلبينة في أطباق صغيرة وتزين بالمكسرات والعسل حسب الرغبة